نهاردة كان فيه اجتماع لمجلس دارة النادي الاهلي وتم اعتماد مكافئات اللاعبين في كأس العالم والسوبر المحلي المكافئات ايه بقى؟ المكافئات هتوصل لنص مليون جنيه لكل لاعب يعني اقصى لاعب هياخد مكافئة هياخد نص مليون جنيه ده بحسب ايه؟ بحسب المشاركات عشان تفهمها اكتر اللاعب اللي شارك في كل المباراة دي كده كده هياخد نص مليون جنيه خلاص تمام؟ لاعب شارك عدد دقيق اقل اللاعب مشاركش خالص يعني هتبدأ تحسب وتنزل بقى من النص مليون وانت نازل لكن اقصى لاعب هياخد نص مليون جنيه وهيكافئة اكيد معقولة جدا طيب ده فيما يخص النادي الاهلي